سبحان الله وجدت هذه الصورة من ضمن الأشيف وهي عبارة عن تصميم أنا أذكر أنني جمعت فيه عدة أبيات كتبناها أنا وبعض الإخوة معارضة لبعضين البعض فلا أدري من بدأ السياق لكن يبدو هنا في السياق أنه محمود قد بدأ محمود أخي قد بدأ الكتاب ببيتين ثم رد عليه أسامة ثم رد مرة أخرى محمود ثم ردت أنا ثم رد أمين فأصبحت قصيدة كاملة مجتمعة وكان في سياق العمل الطلابي سياق العمل الطلابي هذا لما كنا طلاب طب في الجامعة فهي مجرد ذكرى يعني فأحبت أن أسجلها وأدونها ثم لعلها تسجيل لكثير من الفروق التي نجدها اليوم صراحة العمل الطلابي يعني حتى ما يسمى بين قوسين الإسلامي يعني يفقد سمته الإسلامي أولا بأول للأسف فاسمعوا ماذا كنا نقول يعني بسم الله طبعا الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله قال طبعا محمود باللون الأزرق أسامة باللون الأخضر آدم باللون الأحمر وأمين باللون الأصفر قال محمود سأقرأها جميعا قال طبعا اسميناها الصقور ترنوا إلى العلياء الصقور ترنوا إلى العلياء وكان العمل الطلابي بين قوسين الإسلامي في جامعة العلوم والتكنولوجي الأردنية كان تحت اسم الكتلة الإسلامية طبعا بعد ذلك صرنا ناس كول وبطلنا اسمنا الكتلة الإسلامية صار اسمنا التشارك وبعدين المهم ما سمش موضوعها لكن كانت الكتلة الإسلامية وكنا في لجنة الطب البشري هكذا اسمها لجنة الطب البشري يقول بكتلتنا فبسم الله سيروا بكتلتنا فبسم الله سيروا وفي وسط السماء ارقوا وطيروا وقولوا للجموع لنا إله فنعم ولينا نعم النصير شباب أبصروا سبل المعالي بحفظ الله يبتدئ المسير دعاة للنجاح بنور هدي يسطره الكتاب فنستنير تحفهم نسائم من تحايا لهم في القلب يبصرها الضرير تحفهم نسائم من تحايا لهم في القلب يبصرها الضرير وثروة فعلهم كنز ثمين فلا ملك قناه ولا أمير فإني لو فخرت بكم بشعري لما شعر الفرز ذق أو جرير فألفيت القلوب لكم أسارا وقلبي من محبتكم أسير ولو وقفت جنود العز وهنا فإني نحو رايتكم أسير نبي قدوتي وكتاب ربي سبيلي والإله هو القدير تلاقينا على شرف المعالي فكنا كالصقور لها تطير لنا رب يوحدنا بحب فليس لحاقد فينا سرير نذرنا للإله سبيل خير رسول الله فيه لنا الأمير وسرنا في الجهاد لنصر حق فكان نداؤنا للموت سير وكان دعاؤنا في الليل يهمي شهادة عزة هي للمصير أرادوا الله دون الجاه حتما فهم للحق والأقصى خفير سلوا عنهم أسود الطب جمعا رجال والوسام بهم جدير إذا كانت أراضينا ظلاما فهم للأرض مصباح منير أحييهم يد للخير تعلو فطوب من بقلته كثير عايشين الجو آه بس لطيف لطيف أنا أقصد السمت يعني بن قسين الشرعي الاستعلاء بالإيمان وحب الخير للناس وحب الخير للناس بالدين نفسه واعتزاز بالهوية الواضحة الحمد لله والبالعليم ما بقول ما كان فيه إشكالات كان فيه إشكالات لكن يعني كانت أيام لطقفة بس إيك السلام عليكم